في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة أكيد فيه سنن ذكرت بعضها وبعضها أبقيتها في ال وفيه ساعة عظيمة في هذه الجمعة فكيف الإنسان يستغل هذه الساعة وإش يستغلها فيه أخوي فرحان هذه الساعة اللي عطية الله عز وجل الله عز وجل شرع لهذه الأمة أوقات الإجابة الدعاء وأوقات المضاعفة للجور العظيم يوم الجمعة هو من هذه الأوقات ودائما الأوقات الفاضلة يكون آخرها أفضل من أولها مثلا شهر رمضان آخرها أفضل من أولها وكذلك الليل الثلث الليل الأخير لفضل كذلك يوم الجمعة ساعة الأخيرة من يوم الجمعة التي تسمى عند العلماء ساعة الاستجابة ورد حديثان حديثة بموسى عن الدعاء مستجاب وقت ارتقال لإمة المنابر وكذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقت الدعاء آخر ساعة فقال العلماء هذه الساعات المهمة يوم الجمعة الدعاء هو العبادة ورد حديث الدعاء مخل العبادة قالوا أصح من حديث الدعاء هو العبادة قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله عز وجل كلما دعاه العبد كلما أحبه وقرب بعكس المخلوق كلما طلبت من الناس شيء كلما أبغضوك ونفروا منك وابتعدوا عنك هذه سنة مجاري كلما طلبت من الناس شيء كلما ابتعدوا عنك حتى قال الناظم ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا وقال الآخر الله يغضب حين تترك سؤله وبني آدم حين يسأل يغضبوا فالله عز وجل إذا تركت سؤاله غضب عليك نعوذ بالله وغضب الله كما قال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا دعوت الله عز وجل حبك وقربك وأعطاهك وانظر إلى هدي الأنبياء هذا موسى عليه السلام وهو في ظل الشجرة لا مال ولا أهل يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وما حدد ما قال زوجه ولا قال مال أظهر فقرة ورفع قضيته إلى الله عز وجل ونام بالله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قل هذا الدعاء أيها المسلم وكرره في آخر ساعة من الجمعة أو في سجودك أو في أي وقت في أي وقت وحيد كرر هذا الدعاء هذا الدعاء من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم ودعاء دعا به نبي وأجابها الله عز وجل رزقها الزوجة والنبوة أعظم من كل شج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من كان عقيما دعاء زكريا عليه السلام ربنا تذرني فردا وأنت خير وأنت خير الوارثين وكذلك من كان أعزب من الله عز وجل يزوجه بعضهم يسمي دعاء موسى عليه السلام يقول الدعاء أو الدعاء الزواج لأنه تزوج بعد ذلك موسى عليه السلام كما في قصة شعيب ومدين القصة المعلومة المعروفة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نعم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير كان ابن تيمية يردد أنا الفقير إلى رب السماواتي أنا المسيكين في مجموع حالاتي الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي أنا الظلم لنفسي وهي ظالمتي والخير يأتنا من عنده يأتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوب الجهول المشرك العاتي بعضهم يدعو غير الله يترك الخالق ويدعو المخلوق يترك الغني ويدعو الفقير سبحان الله وهذا من الشرك الله عز وجل قال قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون الله عز وجل ما قال ادعوا فلان ولا فلا ولا اتخذوا بينكم وبين الله حز وجل وصايت هذا هو فعل مشرك قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليكربون إلى الله زلفة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيه من ما شاء الله تبارك الله كفيت وفيت ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يزيدك ويبارك علمك أخي فرحان ما شاء الله من الأدعية هذه صراحة طجعتني عشرين سنة أو أكثر اللي هو دعاء الزواج تذكر لك الأيام كان أحد الشباب قال يتبي الله يزوجك ادعى هدع ادعى هدع واضبت عليه واضبت عليه اوو والله ما ضبت عليه الله سبحان الله في بعض الأحيان في بعض الحديث يتذكر الإنسان بعض المواقف وبعض القصص يعني لما فتحت هذا الباب الله يسعدك معنا في برنامجنا جمعية عروة لها حق علينا جمعية عروة نتكلم عنها وهي جمعية تهتم برعاية الأيتام والمساكين والأرامل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصانع بالأيتام والمساكين والأرامل حتى قال نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم